دكتور نديم باسم خشان الأقرب إلى هذا المنصب إذا ما صدقت المبادرات ولماذا؟ والله باسم خشان ربما يعني هو النائب الوحيد اللي أثبت مصداقية يعني لا يزال عن نفس المنهج اللي يتبعه قبل أن يصل إلى قبة البرلمان لا يزال يتبع نفس المنهج أنا عن التقدير الشخصي مؤهل أن يتولى أحكيني كلعبة سياسية هل هو فعلا الأقرب؟ كلعبة سياسية لا كلعبة سياسية احنا في نظام برلماني واللي ما عنده كتلة برلمانية قوية لا يستطيع أن يدير البلد هاي قواعد اللعبة في النظام البرلماني لأنه الحكومة تشتغل بالقرارات والإجراءات وتشتغل بمشاريع القوانين نعم مشاريع القوانين من يمررها؟ ما تمرر يعني شوف حكومة السيد المالكي ليش صارت قوية؟ لأنه عدد كبير عنده يستطيع أن يمرر التشريعات اللي يراها مناسبة باستثناء مشروع البناء التحتية هذا بسبب التقاطع لكن مرر قرار مهم بالانتفاقية مرر كثير سيد عادل عبد المهدي جاء ببرلمان وسيد الكاظمي مو ببرلمان لا شنو من ببرلمان؟ كتابه صادق علي أبصالة سيد رئيس الجمهورية بحضر موثلين الكتلة قصد ما داز مشاريع قوانيننا البرلمان ما كان عنده صلة بالبرلمان كان تشريع وتمثيل كل شيء اتفق يعني اللي ما عنده كتلة ببرلمانية لا يستطيع أن يدير حسن الحكومة إذن سيفشل المستقلون؟ سيفشل قطعا طبعا حتى لو كان باسو خشان؟ باسم شخصية قوية يعني ربما يستطيع أن يتغلب عليهم كيف؟ ربما يحتاج شخصية قوية شون أرسم لي خارطة الطريق شون باسم خشان؟ باسم رجل وحده يملك القانون فقط آه أمام كتل عدها باع طويل في العمل النيابي اللي جان بيديها أولا بمقدورة أن يتكع على جمهور تشرين هذا واحد أستاذ دكتور يشو خلأ أكمل أوكي جمهور تشرين خلأ دونه يستعين بكفاءات العراق نعم لأنه ما يجد كفاءات لدى أحزاب السلطة تمام تمام يستلمون للإدارة والتي تدخل تحت سلطاته زين كمجلس وزراء يستطيع أن عين مدرع عامين وعمداء كليات ورؤساء جامعات وغيرها هذه بمقدورة أن يعملها القدرة على التصادم رئيس وزراء اللي ما عنده قدرة على التصادم خليه بعد ببيته غير تكون القوة متكافئة هو موقع موقع ينطي هذه القوة خليه هسي خلصتين أقول لك ياهن بلي عامون ديس في النوقت تطرح على أستاذ غازي الحوار اليوم ما ما أخذ شكله السياسي بقدر ما ما أخذ الشكله الواقع أنا بصراحة أشوفه يعني يتكي على جمهور تشرين ماذا يريد أن يفعل جمهور تشرين وهو خارج القبة البرلمان خارج العمل السياسي والحزبي والتنظيمي صح وأحيانا منهم خارج العراق تماما يعني كفاءات العراق الاتكاء على كفاءات العراق تعتقد أنه الخطوة ستوافق عليها الكتل طيب إذا توافق علي الكفاءات تعتقد في ما يتعلق بصلاحيات تمام ما هي ذا وفقت علي الكتل بس بالتالي تريد موافق يعني مدرع عامي نقدر نقدر لا لا يقدر صلاحيتك يا رئيس الجرام سقطوك ما أنا قلت لك لازم يكون عنده قدرة على التصادم الباسم خشان عنده قدرة على التصادم وهذا ينجحها جمهور تشرين جمهور أرعب كل السلطة سنكون واقعين يعني يوم اللي خرج أرعب كله السلطة ورجاله يعني يمكن له السيد الكاظم يمت معتمد على جمهور تشريم بالشهر الأول لولايته أنا أقول لك كان ممكن أن يصبح بطلا شعبيا اليوم الي ينقذ العراق والإتكاء على الجمهور يصبح بطل شعبي ويستطيع أن يقود العراق لأخوة بر الأمان لكن لوحده لا لا بد أن يستعين بكفراءات العراق ما جمهور الشعبي دعم دعم الفريق عبدالوهاب الساعدين لا لا مو خورة لشعني أنتوقع أنه ممكن يسأل تغيير هاي مواقف أكو عاطفية بس أكو تمرد وأكو وعي يعني الانتفاضاء الأخيرة ارتفع بها مستوى الوعي انتقل من الطابع المطلبي إلى الطابع الإصلاحي وهي بداية استرداد الوعي طيب لا يقول ريد كهرباء ريد بطاقة طيب الانتفاضاء